السلام عليكم حبوباتي في الفيديو جديد في قناة شيوات صفا كده يريل لبس عليكم تمنى تكونوا بألف خير بغيتي حبيبتي كيكا تكون جيدة بالتفاح ناجحة وما تحش مكش حضا ضيافك فتابعيني لهذا الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة وبسم الله على بركة الله اول حاجة غدي نحتاجوها هي المولينيكس او الطحان ديالكم غدي ناخد تفاحة وحدة قشرتها حييت لها القشرة ديالها قطعوها كيفما بغيتو ودرتها في المولينيكس غدي نضيف عليها جوج حبات ديال البيض زوج بيضات ودائما البيضة اللي بنات مينتوعو تخدمو به الكيك كلها الحلوة خرجوه من تلاجة قبل بواحد لوقيتها غدي نضيف عليها كأس نتع السكر مايو عادي المياه وخمسين جرام غدي نضيف عليها كأس نتع الزيت مايو عادي المياه وثمانين مليلي لتر غدي نضيف عليها كأس ديال الحليب مايو عادي المياه وستين مليلي لتر وغدي نتحن هاد شي مزيان مزيان ونرجع معاكم هحنا كنتحنوا كل شي مليح 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 بشدك تفاح ينتحننه مزيان مايبقد ننشدو كل حبيبات ولا شي حاجة نتحنهم ونتلاقاوا بعد ما تحنتهم وجدو واحد الاناء وخوه في هاد الخالط وغدي نضيف عليه واحد الرشة ديال الملح ونضيف عليه الساشين تاع الفانيليا ونضيف عليه الدقيق لنا زوج كيسان ديال الدقيق مايو عادي الميتين جرام وزوج خميرات ديال الحلوه مايو عادي الميتين جرام اه تفقنا دائما الفارينا كننأكد انها تكون مغربلة زوج كيسان ميتين جرام وزوج خميرات اه 18 جرام او 16 جرام عفوا 16 جرام كتخلطو هاد المكوينة مزيان مزيان تحصلو على خالية متجانس اضافة اختيارية درت شوية العينب المجفف او الزبيب اللي كنت رقدتو في شوية ديال الماء الكمية تقع على حسب الاختيار انا درت شوية انتع الزبيب كيتوتى مع الماداق ديال التفاح تقدروا تضيفو حتى شوية ديال المكسرات على شلاته هي كالجيزوينة خلطت هادا كالزبيب واحد تخليطة مع الخاليط ووجدت صينية انا استعملت صينية مربعة قطرة ديالها 26 سنتيم دنتها بالزبدار شيتها بالفارينا وخويت الخاليط مباشرة تقدروا تديرو الصينية العادية الدائرية ماشي مشكل صفين شعلت الفران يسخن تاي يسخن مزيان نقصوا العافية على حدها ودخلوا الكيك ديالكم مدت 25-30 دقيقة ولكن قبل ما ندخلوه دكو جوج تفاحات شديد جوج ديال التفاحات قطعتهم شرائح رقيقة محيتلهم مش القشرة اللي على برا ولكن قطعتهم هاكا شرائح رقيقة وستفتهم بهالطريقة هادي ممكن تعمروا كامل كطبقة ممكن تخليوا هاداك الوساط انا خليط واحد الوساط فيه الفارغ فين غدي ندير شوية نتعلوز ايفيلي في الاخير صافي غدي ندخلها على ناري ميلا من 25-30 دقيقة ونتلاقاوه من اللي خرجت لكيك البنات كيمشتوت حمرات وطلعات صفيرها طايبة يخرجتها دهنتها واحد دهنة خفيفة بلا كونفيتوخ كيعطيها لماعان وهكا حتى دك اللوز ايفيلي هادي يلتقلع لها ممكن تعوضوا بالنباج ولا العسل هي دهنة خفيفة هاكا صافي من اللي دهنتها واحد دهنة خفيفة كما قلت لكم في دك الوساط غدي نزينها شوية تعلوز ايفيلي بها الطريقة هادي هادي الشكل صافي ودهبا غدي ندي موليها نحيدها ملمول كتجيب هادي الشكل هادا كتجي رائع البنات كتجي راقية في الشكل ديالها وكتجيه شيشة وكتجيب نينا في نفس الوقت كيما قلت لكم كتجيب نينا شو كيفاش كتجي وكتجي اعطيها لماعان دك المربة كي اعطيها لماعان نقطع لكم واحد القطعة منها نقطع واحد القطعة بها الشكل هادا يعني كديشتوا معي ساهلا مهلا ما وما تاخد حتى وقت طويل في تحضير ديالها بارك عليكم بغير ثلاثة ديال التفاحات وجوج بيضات وهارك وجدتوها لقوتي ولا لديافكم ولا كدي خفيفة البنات كدي فنة 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 كنصحكم تجربوها دائما تردوا علي الخبار كي يجبني من تجربوا الحاجة وتردوا البنات اللي جربت حاجة تقولها لي في التعليقات باش البنات الاخرين يزعموا حتى هما ويجربوا لقاش بزاف الاخوات كي يسولوا شكن جربتها شكن جربتها هكا اللي جربت الخراك تزعم انها تجرب الوصفة اعجبكم الفيديو او الوصفة خلي وليشي لايك وشي تعليق زوين ومرحبا بيكم دائما في القناة ونتلقوا في الفيديو القادم ان شاء الله مع شوات صفاء بارتاجي بارتاجي والبنات باي باي اشتركوا في القناة